تتنوع صور المعاناة التي تواجه الشعب العراقي منذ الغزو الأمريكي وتختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية أو الصناعية أو الزراعية في ظل حكومات صنعت على عين الاحتلال لينشغل سياسيها بمصالحهم السياسية والحزبية وجمع المال على حساب العراقيين ومستقبل أبنائهم ولا أدل على ذلك مما يجري في مجمع باب الشيخ الصناعي في قلب العاصمة بغداد من بعد 2003 الصناعة جدا تأثرت طبعا الأسباب معروفة هي أكيد سبب أنه الاستيراد وعدم حماية المنتج الوطني وأكيد سبب ثاني هو الكهرباء قطاع الكهرباء هو الذي يأثر مع مرور السنوات تراكمت الأزمات بفعل الفساد والإهمال الحكومي الذي طال القطاع الصناعي فتفاقمت مشكلات الصناع حتى رحل بعضهم وترك مهنته أو مصنعه الذي كان مصدر رزق لآلاف العمال ناهيك عن تراجع المنتج الوطني وعجزه عن المنافسة هذا المعمل كان بيه 16 خلفه يعني 16 عائلة عايش بها هذا المعمل شخص واي يعني معمل واحد 16 عائلة هسا هذولة كلهم بطلوا لأن الشغل ماكو كرباء ماكو الحدود مفتوحة الاستيراد مفتوح قاموا يجبون مكاين من برة وقاعدوا الصناع الوطني الحكومات المتعاقبة في المنطقة الخضراء لم تلتفت إلى ما يجري من انهيار في القطاع الصناعي في خضم شغال أحزابها بنصيب كل منها من كعكة المحاصصة التي أوصلت العراق إلى حافة الانهيار نحن شغلنا كنا نبقى السبعة العصر وثمانية بالليل وأكو شب ثاني هم يشتغل يكمل هسا ماكو هسا بالأربعة العصر بثلاثة العصر أغلب المعامل هي معزلة كل محل بي عامل عاملين نجي المعامل الحلويات معامل التشوكليت كانت تضم كثير من العمال هسا كلهم قاعدين معامل التشوكليت ماكو معامل الصناعي هم كذلك وإذا كان هذا هو حال القطاع الصناعي في العراق فإن الأسواق العراقية ستزدحم بالمنتجات المستوردة ما يعني استكمالا لإفقار العراق وتدميرا لمقدراته والمقامرة بمستقبل أجياله القادمة من قبل نخبة سياسية فاسدة لا تدين بالولاء للعراق أو لشعبه